بقوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرب من الدنيا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا كلام ربنا جل وعلا ليكن لنا على بال دائماً وأبداً ولنلازم عبادة الله ما دمنا على قيد الحياة لا نضيِّع منها لحظة أو فترة تكون حسرة علينا يوم القيامة حين لا ينفع الندم ولا تعوَّض الفترة التي تمر عليك وتنقضي لا تعوَّض بمالٍ ولا بثمن ولا يمكن أن ترجع إليك ما مضى فات والمؤمل غيبٌ ولك الساعة التي أنت فيها أتَّقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم لا سيَّما وأنتم الآن في وقت الفتن والشرور المتلاطمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بادِروا بالأعمال فتنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنِيَ فلنُتَّقِ اللَّهَ يَا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا نَنْشَغِلْ بِدُّنْيَانَا أَوْ بِلَهْوِنَا وَلَعِبِنَا عَنْ آخِرَتِنَا فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةُ وَالْآخِرَةُ بَاقِيَةُ هَلْ نَعْمَلْ لِمَا يَبْقَى وَلَا نَنْشَغِلْ بِمَا يَفْنَى وَفَّقْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ الله لو عاد ميتٌ إلى الدنيا وحام بك من أمك من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب لا يصلي الله لا ينظر إليه يجوج لكم السكوت قال مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي